شخصية مثالية لا تفكر في شيء غير إنجاز مهام بدقة عالية جدا ترحق نفسها لا تشعر بالرضا على أي نتيجة أو نجاح بتحقق تسعى للكمال دوما بكل تفاصيل حياتها إذن دعونا نتعرف أكثر على هذه الشخصية المثالية وجوانبها الإيجابية والسلبية على حد سواء ومتى يمكن أن تتحول إلى الطراب نفسي طبعا كل ذلك وأكثر نناقشه مع ضيفتنا في الأستوديو الأخصائية النفسية فاطمة الأسعد أهلا وسهلا فيك يا فاطمة أهلا فيكم سعيدة بوجودي معكم نحن أسعد دائما يعني خلينا نبدأ معك نتعرف أكثر على الشخصية المثالية مظاهرة هيك بأمثلة واقية من حياتنا لو تخبرينها صراحة أنت لخصت تقريبا أهم المظاهر بتعريفك إلى الشخصية المثالية بس إذا حبينا نسقطع عرض الواقع ممكن نشوف ستات البيوت أول ما بتفوتي عبيتها كل شيء مرتب كل شيء على الليبرا كل شيء مزبط المثالية الزائدة بالتنظيف بالتعقيم بالترتيب ولا دم مسحين مرتبين ومنظفين هو شيء إيجابي وحلو بس المبالغة فيه بشكل مبالغ بشكل زائد في ناس عندها طقوم المطبخ كلها يتزهر لازم تكون لهم زهري صح يعني إذا مو زهري ومورد شرطك يعني ما بيمشي الحال أو الوردة مولا بقى مع الوردة فما رح يمشي الحال فالمثالية الزائدة بعض الرجال عندهم المثالية الزائدة بمكاتبهم بمظهرهم بطقومتهم ساعاتهم دايما الكندرة ملمعة الشعر ملمع الإنجاز الزائد دايما نحن لازم نأخذ المرتب الأول أو يعني نكون لنا الصدر دون العالمين أو القبر مثلا لازم نكون بالمرتب الأولى هي شغلات يظهر يعني ظهر فيها أنه هي شيء إيجابي وشيء حلو لكن تحمل كتير من الإرهاق وكتير من التعب النفسي للشخص ذاته اللي هو عن يكون فيها ليش فاطمة يعني ليش ممكن الإنسان يوصل من فكرة المثالية يوصل لمرحلة الإرهاق والتعب النفسي طيب أنا بشبهها صراحة في إلى تشبيه أنه تعرفوا أيام زمان كان فيه ماشية دور وتطحن بالطاحون فكانوا نحطوها لجزرة دايما قدامها فالماشية تمشي وهي عم تحاول تلقط الجزرة كلها لنهار من الصبح لبالليل وبعمرة ما بتوصل للجزرة هي عم تدور بالطاحون وتطحنها المثالية والكمالية فكرة أنا كامل أنا بتصير مثالي هي مثل هي الجزرة اللي بعمرنا ما بنوصلها بترك دي بترك دي كل حياتك أنا بتصير أم مثالية أنا بتكون أب مثالي أنا بتصير المدير المثالي شركتي مثالية إنجازي مثالي مشروعي مثالي بعمرك ما حتوصل له بدك تتضل تركض تركض ترهق حالك وتتعب حتى توصل للجزرة ما حتوصل للأسف أنا عم بشره للعالم أنه اللي بدي يوصل للجزرة الكمالية اللي ست موجودة بالحياة في نهاية الأمر صحيح جزء كبير من الحياة أن نتفهم أن الحياة ناقصة وأن الحياة فيها أخطاء وأن الخطأ يبدأ مننا كل ابنه قادم خطاء وخير الخطائين نعم لكن بذات الوقت نحن فينا نطقين عملنا وفينا نعمل شيء بشكل كامل نحن فينا نعمل بالإمكانيات الموجودة عنا ولكن النتيجة قد تكون غير مثالية أساساً مثل ما أنت ما في نسالية بالحياة أنا بس بقول أنا ما بقول أنا أديناها بشكل كامل باقي عاد على الله طيب شو السبب الرئيسي لهذا الشي يعني هل هو الخوف من الفشل يعني بيخلي الأشخاص تصير هيك وتتسم بصفات الشخصية المثالية ممكن هذا ممكن يكون أحد الأسباب هلأ فيه صراحة سببين فيه السبب الظاهري اللي هو أنا لازم كون كامل بالكل شيء هذا التوتر والرعب أنا فكرة أنا لازم كون كامل هذا سبب سطحي تجي بتسألي شو السبب الجذري إلو أحياناً بعض الأشخاص شاعره من جوه أنه أنا ناقص أنا مو كامل فأنا لازم أظهر كمالي لازم أسعى للكمال لح تبين إنسان كامل فيه أشخاص بتحس أنا غير محبوب فأنا إذا سعيت للكمال وبينت كامل ومثالي وشاطر وكذا ممكن يحبوني فهو الأصل أني أنا بدي أكون محبوب أنا شاعر أني غير محبوب فأنا بدي أكون محبوب فأسعى للكمال بعدين بكتشف أنه في شي غلط بعدين معناها آه الناس ما رح يحبوني فأرد أسعى للكمال وهكذا بالدور الدوارة في بعض الناس بيكون عند عدم الشعور بالأمان فبيشعرهم بالأمان والسيطرة هو أنه كل شي مرتب كل شي نظم كل شي كامل العلامات كاملة الأمور كاملة أنا عرفان الأمور كيف رح تمشي واحد اثنين ثلاثة فهذا بيعطيني شعور بالسيطرة بالكنترول وبيحسسني بالأمان يعني أكتر منه سعي للكمال لأجل الكمال هو سعي لأجل الأمان والشعور بالأمان شغلة رابعة كمان بعض الأشخاص لا تشعر أنها قيمة هو شعر أنه أنا مالي إيمة أنا مالي إيمة إذا ما كنت رقم واحد بالصطف أنا مالي إيمة بين أهلي إذا أنا ما أنجزت الإنجاز لي ما حدا أنجزه أنا مالي إيمة إذا مثلا بالعيلة نفسها ختموا القرآن لا هذا إنجاز عملوه الناس أنا لازم أكون أول واحد يختم القرآن وإلا يعني ماله إيمة للإنجاز ليش لأني أنا شاعر أصلا من جوا أني أنا مالي إيمة لازم أعمل الشي خارق لي ما حدا عمله لحتى أحس أني واو أنا إنسان واو وإلي إيمة وأدر وأحصل على الثناء فشاهك بس على الكمال فهي عدة أسباب نفسية تتراكم وتتداخل جوات الإنسان لحتى توصله لشعور أني أنا لازم أكون كامل طبعا للأسف الأهل والدور المجتمعي والأهل لهم دور كتير كبير بتكريس هذه الفكرة طيب فعليا يعني كيف ممكن الإنسان أو متى ممكن يتحول معه هذا التفكير المثالي بكافة أمور حياته لإضطراب نفسي يعني هنا بنحكي أنه بالفعل في مشكلة نفسية وفي عوارض نفسية تحتاج إلى علاج المهم أنه نعرف أنه شيء طبيعي الواحد يكون عنده طموحات شيء طبيعي الواحد يكون دايما يسعى للأفضل للأحسن يعني لأنه حياتنا دايما نتمنىها تكون أحسن مما يمكن لكن متى ما تحول الأمر عم يأثر على نفسيته على صحته النفسية والعقلية الإنسان أكل طول وقته لازم كل شيء كامل كل شيء مبتب كل شيء مثالي إذا ما كان كامل أنا راح تتأثر تضطر بنفسيتي تضطر بصورتي عن ذاتي أيضا إذا بلش يأثر على إنجازه وعلى عمله كثير من الناس المثاليين قد يصير عندهم ضعف بالإنجاز لأنه بعمره ما عم يكمل معه شيء في أطفال بتكتب الوظيفة وترد تمسح وتمحي ترد بتكتب وترد تمسح وتمحي هي السعي للكمال لطلع الحرف بأدقه وبأمثله وبأكمله وهذا انعكاس للأهل مع الأسف فبتلاقيه بالأخير ما كمل الوظيفة يعني راح على المدرسة أو أحيانا ما راح على المدرسة لأنه ما كمل الوظيفة بشكل مثالي فتأثر سلبا هو كان عم يسعى للمثال اللي يطلع الأول لا للنتيجة العكسية فإلا إذا اضطرب عمله أو أداءه أو وظيفته واضطربة صحته وبلش يأثر على سلوكياته وعلى علاقاته من العلاقات كثير بتتأثر بقصة المثالية والكمالية الزايدة يعني الزوجات اللي عندهم فكرة مثالية أو صبايا لنقول فايتين عن حياة الزوجية كل شي لازم يكون كامل البيت لازم يكون كامل العرس لازم يكون كامل التجهيزات لازم تكون كاملة علاقتي مع زوجي راح تكون مثالية وكاملة عند أول مشكلة عند أول غلطة راح تنصدم أنا حياة ما طلعت كاملة إيه طلع بيغلط إيه عن جد بتصير مشاكل معقول لا 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 مو هذا اللي كنت متوقعته مو هذا اللي مستنيته فكتير مع علاقات بتخرب بسبب المثالية هل الشخص المثالي فعليا هو المعرض أكثر للإنهيار أمام صدمات الحياة حسب بمشاهداتكم ما منقول أكثر واحد معرض بس عنده استعداد لأنه عنده توقعات فوق الحد فوق العادي الإنسان الواقع عنده توقعات حسب المتوقع يعني متصل بالواقع هذا عنده توقعات عالية حتى ما بيضع ماتجة على الآخر بالسماء فتوقعاته بالسماء ونحن على الأرض والأرض مليانة أخطاء ومليانة نقص إجباري بده ينصدم إجباري بده تأثر نفسيته ورح تتأثر علاقاته وإنتاجيته طيب خلينا شوي نفصل أكثر بشخصية المثالية أنا حابة تعمق فيها شوي لأنه كتير بشار من الأشخاص اللي بيفكروا بالمثالية الزايدة في عندهم هيك صفات تانية كما ممكن تكون غير هذا الترتيب الروتين اليومي بجوزكم موجود عندهم وبذات الوقت ممكن هيك أي شيء غير الروتين ممكن يخربط لهم كل مزاجهم وشغلة تانية حابة أكتير لياها هي في عندهم بيكون أنه هاي الأشياء اللي أنا بمتلكها فصعب أنه يتعامل غير مرن بالتعامل حتى مع الشخص اللي قدامه يعني ممكن أنه أنا بمتلك هذا الشيء هذا خاص فيني وهيك يعني ما بيحب أي خربطة أو خلينا نقول أي شيء ممكن يعيش بحياته خبريني هيك صحيح هلأ بتلاحظ كتير من الأمهات اللي ما بيفوتوا بناتهم عن المطبخ أبداً ليش؟ لأنه بناتي ممكن يلخطوا أنا ما ممكن أعلمهم للطبخ لروح يتعلمي من خالتك تعلمين حدا تاني بس ما تتعلمين ما بقدر أفوتها عن المطبخ معي هيك بتقلي بتقلي كل شيء أنا أنا بعرف أنا بعرف أقطع لأنه التقطيع له طريقته المثالية له ممكن ما قلتي روتينه المعين صحيح ترتيب الأمور فبينشأوا الأطفال عاجزين تنشأ صبية كبيرة بس ما نقدرانا تفوت على المطبخ لأنه عند أم مثالية وهي شاعرة بالنقص أني أنا بعمري ما حكي قلت له ماما مثالية لأنه ما عرفت تربيها تتقبل مع هالخطأ وأنه ينكسر البيض وأنه تخرب الأمور نفس الشيء مع الرجل الرجل اللي ما بيقبل ابنه يفوت على مكتبه وعلى شركته وعلى كذا أنه أنت روح تعلم عند أي حدا صحيح حطك أجيل عند حدا تاني بس ما تجي تلخبط لي شغلي لأنه أنا شغلي أنا عرفان أنا سعيد ما بيعجب شغل الأشخاص الآخرين المثالي بالتأكيد من الأشياء المتعبة جدا لفريق العمل أنه يكون فيه شخص مثالي ويكون على الرأس لأنه بجر الفريق معه لا أتعب ما يكون الله يشتر أتعب ما يكون آه شكرا معانين يعني لا 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 تمام نحنا متوازن هذا واضح الحمد لله بس أنا أصدق أن الواحد بحياته إلا ما مرأ بحياته شخص مثالي بجر الفريق بتعبه لأقصى ما يكون وبعد ما يقدموا أقصى ما عندهم بقولوا أنتم ما قدمتوا الكامل أنا مو رضيان أنا مو شاعر بالرضا لو عاملين الشعر الفلانية كان رح يطلع أكمل أنا بتذكر أب من الأبا مثلا هاي القصة عامة من عائلتنا يجا لعنده ابنه قال له أنا جاي ب99.9 فقال له وين الواحد بالنية لنقصه بتخيلي ما شاف 99.9 من الإنجاز شاف الواحد اللي نقص فهذا شكرا ويانا بالفعل كنا نبكي لما تنقص علامة أو علامتين بالانتحان ذكرتينها بالأسى يا فاطم طب لو تخبرين فعليا عن دور الأهل بهذا الموضوع بتعزيز فكرة المثالية المطلقة بالحياة كلياتها عند الأطفال وكيف بتنشأ معهم كيف تكبر معهم حاضر بسكرتيني بمثال أنه صبية قابلت معها خريجة صيدلة فلحد الآن بتذكر لي الكم علامة اللي نقصت بالبكالوريا لحتى هي ما فاتت وكان ظلم أنه أنت ما جاوزت الموضوع موضوع مرأة عليه سنين الموضوع ما يفترض ما يأثر على نفسيتك وعلى قيمتك لذاتك عن نظرتك لذاتك عدة وهي تخرجت ما شاء الله ودخلت كليتها وتخرجت فهذا اللي بدي أقولها هاي المبالغات الزايدة أما دور الأهل دور الأهل كتير كبير بتكريس المثالية أصلاً نسبة الشيء المكتسب بالمثالية أكبر بكتير من النسبة الجينية لأنه ممكن أخين يكون عندهم نفس الجينات أو شخصين نفس الجينات بس صحيح واحد يطلع كتير مثالي واحد لا وفق لنا ظروف البيئة في أمهات فوراً بكرسوا مثل ما قلنا من الطفولة لازم يكون شعرك مرتب شعرك منكوش الناس رح يقولوا عليكي معقول الناس كمان فكرة أنه الناس رح يقولوا عليكي الناس أنت دائماً مراقبة نظرة الناس دائماً تحت التقييم أنا آه اليوم عجبتيني مبارح أنت ما عجبتيني طب ما أنا بنتك أنا مبارح بنتك وأنا اليوم بنتك طفلة مثلاً إذا كبت على حالة فهون بتاكل هي كتير بإخلاءة كبيرة لأنه هي عاملة طامة الكبرى يعني هاي غير مثالية وقلوا لي يعني شوم صارت فلانة مثلاً منذفة طب هاي بتكريز ومثل ما أنا الآباء اللي منتظروا من الولد من أول مرة يمسك سكينة ويقطع رح يقطع بطريقة مثالية مثلاً أو من أول مرة يقدي عمل رح يقديه بشكل مثالي شوفوا ابننا المثالي ووقفوا وينفشوا فيه قدام العالم طب ابنكم هذا بيغلط يعني إيجابية وسلبية خلينا نحكي هالجوانب إيجابية وكيف ممكن نستثمرها بفعل حتى نكون سعيدة بحياتنا جميل التوازن إن واحد يطلع بعينتين هلأ الأشخاص المثاليين اللي أبشركن هنه غارباً الأشخاص اللي بيأخذوا المراتب الأولى الأوائل على الجامعة اللي مخلص المعدل وجاي بـ دب الميجر يعني فرع تاني وما شاء الله عليه متفوق منجز هو بالحياة منجز وعنده وما هيك ما بيرضى مع الأسف بس يعني لا لسه فيه كمان بيقولك لسه فيه كمان لسه فيه أحسن مني لسه فيه أعلى بس هذا الشخص تلاقي منجز به بناحية وبتقدري لكن عصاعد العائلة والعلاقات رح تلاقي فيه نقص فأنا اللي بديقوله إنه ما بتلاقي كمال بجانب إلا بتلاقي فيه نقص وتغطي على جانب صحي أو عائلي أو غيره لكن مثل ما إنه الأشخاص المنجزين إنجاز عالي فدور غالبا عنده النزعة المثالية الكمالية الأمهات اللي دايما مرتبة دايما أنيقة اللي كل شي على الليبرا كل شي مزبط مرتب وولادا مستحين معطرين شي حلو ولطيف إذا أنت نفسك تتقبل تكوني كمان بنفس الوقت بالبيجاما وملخبطة وولادك ملخبطين معناها أنت بصحة وبعافية أما إذا ما كان في تقبل للوجه الآخر اللي هو الطبيعي الخطأ النقص عدم الكمال هون انتبهوا في شي مو صحيح إلنا البيت المرتب النظافة الترتيب صحيح أنا بتذكر حماية من الحماوات عم توصف لك النتأت لهاي كنتي ما شاء الله عليها موسوسة والله قالتني يعني ما بتقيم إيدها من الكلور أدمانها النظيفية هذا هو الوسط عم تسألي كيف المجتمع يعزز عنها يعني شوفي أحلى من هيك أنه حصت على تقدير من حماتها يعني صحيح وغزل أنه هي موسوسة بالنظافة يعني بيتها نظيف ما بتفوتي إلا روايح الكلور صحيح فوتي على نفسي طاب شوفي بقى قديش عم تعاني إذا واعت غبر على الأرض شوفي على إيديها يعني علي إيديها شو رايحين بس هي حصلت على التقدير فالجوانب الإيجابية اين ممكن الإنجاز بس أنا بسمي إنجازوهني صراحة طب لأنه ما في توازن طب اللي حواليه ما فينو مثلا يستثمر هاي الجوانب الإيجابية الأشخاص اللي حواليه نعتبر الزوجة هيك الزوج كيف ممكن يستثمر مسلا هم هم بقى حطينا إيدنا الزوج اللي بيرجع بيحكي عن طبخات مرته ومثالية الطبخة والمرة اللي بتصور كل يوم طبختها والسفرة تبعها فيه سفر عن جد تصورها على الإنستغرام بتقولي واوو يعني واقعي أفضل المطاعم أفضل المطاعم طب أنتو نفسكم تعدوا أعداء عادية وصحون ملخبطة والوضع طبيعي لأنه كل عيلية عندها هذا الوضع وأحيانا بحطوا الصحون المشكلين أنت أدران أنت تتقبلي هذا الشي ولا دايما هيك وإذا ما كان هيك في شي رح يأثر عليك وعلى صورتك وعلى ذاتك هذا اللي بننتبه له الزوج كمان فيه فيه نسوان بتقولك صفة مثالية بزوجة الزوج دايما على الوقت دايما دقيق دايما كامل ما بعطيه مهمة إلا بلحظته بيأديه لياه وكذا في زوجات بيستغلوا هاي الصفات بطريقة إيجابية وبينبصوا فيها ولو أنه إلى آثار يعني هيك و هيك شو كمان طب خلينا فاطمة نيجي برضو حاب شوي نرجع لفكرة الاضطراب لما توصل يعني بوصل الإنسان لمرحلة أنه عنده اضطراب أنا بدي أفرض هلا لأنه أنا عندي اضطراب الشخصية المثالية وانتي الأخصائي النفسية اللي رح تعالجيني لعلاج السلوك المعرفي خلينا نبدأ تمام طيب إذا كنا نحك تمثيلية صغيرة يعني يا ساتر الله يسم ممكن نعكل يعني بالجلسة العلاجية ممكن بالتأكيد نخفف شوي هلا أول شي أول شي نحنا بنشوفه فكرته للشخص عن نفسه عن ذاته وعن الآخرين وعن الحياة عن الحياة بشكل عام هل الحياة بالنسبة إلو شي كامل هل هي الحياة عادلة ولا بالنسبة إلو الحياة مو عادلة تسأليني هذا السؤال طبعا تسألك يا هل الأفكار موجودة إذا هل الأفكار موجودة فمنشتغل عليها فكرة هل كل إنسان لازم يكون كامل فكرة الناس اللي مو كاملين الناس النقصين شو نظرتك عنهم هل هي نظرة دونية هل هنا ناسي حرام وأنا واولاني أنا كاملة ومثالية مثلا طيب أدي تسامحك نسبة تسامحك مصطفر للعشرة مع الخطأ تسامحك الذاتي وتسامح الآخرين ابنك زوجك إذا ارتكب خطأ شو ردة فعلك شو بتحسي شو تصرفاتك خطير هذا السؤال نسبة سألي لمديرك لا مش حجابه عن هو أنه أدي نسبة تسامح تقبلوا للغلط طيب طلعتي من مشروع تذكريلي آخر مشروع وطلعتي منه أديك عن تنسبة رضاكي أديك تقيمي أدائك أديك أنت شاعرة بالإمتنان والرضا عن الشي اللي صار ولا لا شاعرة بالعكس طيب شو سلوكياتك لما تحسي بعدم الرضا شو سلوكياتك إذا ارتكبت أخطاء شو سلوكياتك إذا شفت حدا ناقص من اللي حواليك حدا بيعز عليكي وعم يعمل شي مو ظابط عم يرتكب غلط يا ستي شو شو ردت الفعل طيب دور كلنا أمور صحيح ننشوفها ونقيمها ونشتغل عليها نعمل على تغييرها طيب أخيرا نبدأ بـ 30 ثانية خلينا نعتبر إسراء مثلا مسواصة كتير بالنظافة وعلى جد إذا نكبت أي غبر على الأرض لا خلاص أما أعتبريني أنا خلاص أعتبريني مثلا أنا حدا كتير مسواص بالنظافة إذا في غبرة على الأرض أو مثلا طفل كب على حاله بتنكرز هيك بالعامية بين قوسين يعني وبنزعج جدا ويومي كله بينزعج يومي حتى بينزعج مني هلأ لك حصرتيني بالوقت وبضيق الوقت فأبسط شغلة أن يشيل شي وكبه عليكي سامحيني لأنه في شي اسمه العلاج بالتعرض والإعلاج العلاج بالإغراق هون بقى معترف أنا تغرق الشخص ويتحمل يظل مضاين تغرقيه بالشي اللي هو أصلا مو طيق ومقدران يتحمله خليه يتحمل تعرضيه أحيانا تدريجيا معلي صبرتي 30 ثانية على البقعة ميح وما مسحتيها كتير ميح صبرتي دقيقة صبرتي دقيقة ونص خمس دقائق عشر دقائق هكذا لحتى الواحد يتعلم الاحتمال أنا هون بشوف أنه غسلان ما تغير فيني شي إذا ضلت البقعة عندي حتى أكثر من 30 ثانية مجرف أنه شو متوقع يصير شو متوقع يصير طب شفتي هون مضي خمس دقائق وما صار شي فالتعرض والإغراق هي إحدى طرق العلاجية اللي سريعة اللي فورا بتحطي الشخص بالموقف يا لات 30 ثانية أقولتك بس لا بالأكثر من 30 ثانية بس عطيتنا الإختصار اللي هو المفيد للإختصار فعليا هو مفيد جدا يعني فأنا قلت لك آخر مثال على حالة وسواسية كانت عندي عم تقل لي أنه هي عندها مثالية زايدة بالنظافة والترتيب هاي الإنسان لما فتحت مشروعها الخاص صاروا الموظفين تبعها دايما يوسخوا فقالت لي أنا ما راح له وسواس القهري تبعي لحتى شفت المكان ومشروعي كله يعني مقلوب وموسخ فهي اللحظات هي اللي عالجتها يعني فاطمة احنا بنشكرك كتير صراحة على هاي الفقرة الممتعة وبالنهاية مع المثالية طبعا من ضيفك عننا شكرا جزيلا ونهارك سعيد يا فاطمة شكرا نهاركم أسعد اشتركوا في القناة